30 يوم على حصار شمال غزة ولا تزال العمليات الإسرائيلية العسكرية جارية في شمال القطاع هنا تفترش عائلة النجار من شمال غزة والتي نزحت تحت تهديد السلاح والقضائف المدفعية نزحت هنا وسط هذا الركام ووسط هذا الدمار حيث لم تجد مأوى وسبيلا لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة والخانقة بعد شهر وما زالت العمليات مستمرة في شمال قطاع غزة عائلة النجار واحدة من العائلات الفلسطينية التي نزحت من شمال قطاع غزة رغم كل ما حل بهم نستضيف عبر قناة الغد هذه العائلة الحمد لله على سلامتكم ماذا هو الوضع عنكم؟ والله سعي جدا لأننا ثلاثين يوم هنا محدد الظروف علينا بسجوا 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 بنات والله حجنا لا تشون حاجة ويبدأ الحج لحلق هذه هي عائلة هلتين فوق ثلاث عائلة فالمخزن هذا فالمخزن لأنه لنا ثلاثين يوم هنا عائلات جميع قوم من مخام جبل بس هنا برضو في غيرنا في رحان في نفان في المخالي يعني شو بك المعيلة في الغدان طلع هاي عائلة هلتين والله هي شيء فوق ثلاث عائلة طلعنا والقذائب جنمت الرتمي واللطق على روسنا أنا حاملة اثنين عبطت مفقودة في ايدي أربعة عبطت مفقودة وهن نسوان حملات إشه هن حملات وأنا حملات غيارنا إلا علينا بس إجا جينا بغيارنا آآ جينا بغيارنا وخوفنا ورحنا جينا لحد مدرسة حمدان مدرسة حمدان رمى علينا رمى علينا كهذا منشير طلعوا طلعنا عمين على مدرسة الشيخ رضوان ابن الشيخ رضوان شوفوا طلعتوا قد انا يعني من مدرسة حمدانا بقدرش همشي بقعد والله برتبة بقعد أصي على هالشباب وعلى هالحالة اللي احنا فيها هلتنا يعني أنا اللي زي حالة اطلح زيت الشنشط من هان لهان يعني ما زالوا في نزوحهم بعد شهر من الحصار الذي لا زال مفروضة على شمال قطاع غزة محمود ابسلامة قناة الغد مدينة الغزة